الدولة بقالها سنين طويلة بتشتغل على قصة تطوير الألعاب الفردية وتطوير الاتحادات الأولمبية الخاصة بهذه الألعاب والآن نجني ثبار ما فعلناه خلال السنوات الماضية بوجودنا بأكبر بعثة أولمبية بشركة في تاريخ الأولمبيات تعليق حضرتك ده حقيقي فعلاً زي ما حضرتك بتقول يمكن دورة الألعاب الأولمبية دايماً بتكون هي يعني موسم الحصاد للألعاب الفردية يمكن زي ما حضرتك ذكرت فيه اهتمام كبير جداً من الدولة المصرية الفترة الأخيرة بالاهتمام باللعابين والسنة دي بنتأهل بحوالي 148 لعب أساسي 164 لعب والاعب بالاحتياطي ففعلاً أكبر بعثة مشاركين بها السنة دي الحمد لله عدد كبير جداً من اللعابين مرشح السنة دي عكس السنين كتير كنا بنسافر بنحاول ننافس بنحاول نقرب من المنافسات بنحاول نقرب من المستوى العالمي وربنا الحمد لله بيرزقنا بكذا مداليا لكن الوضع السنة دي مختلف شوي احنا مسافرين بإذن الله وحطين ايدينا على كذا مداليا فيمكن الحمد لله السنة دي الوضع مختلف والوضع الحمد لله أحسن بكتير عندنا أبطال كتير جداً في كذا لعبة في رفع الأسقال في الخماسي في التايكوندو كرة القدم برضو مش بعيد كرة اليد مش بعيد فالحمد لله يعني في كذا لعبة الحمد لله متفوقين في كذا لعبة وكذا بطل إن شاء الله يكون مرشح أنه يصعد على نصف التتويج السنة بإذن الله عايز نبتدي بإيه في الألعاب الفردية عشان نتكلم عليها؟ والله خلينا الأول نقسم الألعاب لثلاث تصنيفات التصنيف الأولين وهي الألعاب الرقمية ودي أكتر ألعاب بتبقى الدنيا واضحة فيها شوي يعني بنا نبقى عارفين هل إحنا مرشحين بالقوة إحنا موجودين فين بالزبط الألعاب الرقمية دي مثلا زي ما بنقول زي السباحة رفع الأسقال كده فطبعا أبرز الألعاب اللي عندنا المشاكلين فيها طبعا رفع الأسقال وهي لعبة رقمية بديبقى الموضوع واضح فيها قوي أن احنا موجودين فين بالزبط أبرز اللعبين عندنا طبعا بطلتنا سارة سامير في وزن 81 كيلو بطلة كبيرة جدا والحمد لله قدرت تحقق برونزية ريو دي جانيرو في 2016 بعد إيقاف طبعا رفع الأسقال في توكيو رجعين تاني من جديد في باريس بصراحة الأمال كلها عليها بإذن الله أنها تحقق بقى المراضي دهب يعني بإذن الله أرقامها قريبة جدا احنا بنتكلم إن شاء الله على مدالية مضمونة نتمنها دهب منافساتها قوي جدا مع بطلة الإكوادور وكذا بطلة يعني لكن هي بإذن الله موجودة في أعلى ثلاث أرقام يعني كأرقام لها هي موجودة في أعلى ثلاث لعبات فإن شاء الله تكون موجودة على منصة التتويج ده التصنيف الأولين التصنيف الثاني بنيجي نقول الألعاب التنافسية اللي بيكون فيها التنافس قوي ما بيننا وما بين المنافسين لكن إحنا دايما موجودين على منصات التتويج العالمية في بطلات العالم المختلف لو بنتكلم على الألعاب دي فبنتكلم طبعا عن الخماس الحديث وبنتكلم على السلاح يمكن الحمد لله إحنا عندنا في الخماس الحديث أحمد الجندي في أولمبياد توكيو الأخيرة حقق مداليا فضية فبصراحة كلنا أمال كبيرة عليه جدا أنه إن شاء الله يقدر يحقق المداليا الزهبية السنادي ومش هو بس يمكن معاه برضو بطلنا مهنة شعبان بصراحة برضو نتائجه الفترة الأخيرة ممتازة جدا وبإذن الله يعني متوقعين منه نتائج إيجابية جدا في لعبة الخماس الحديث كذلك السلاح يعني يمكن إحنا السلاح محققين مداليا فضية في أولمبياد لندن 2012 عن طريق بطلنا المصري على قدين أبو الآسم السنادي كذا لعب مشارك عندنا طبعا زياد السيسي بطل مصر في سلاح السيف هو المصنف الأول عالميا دلوقتي فبصراحة كلنا أمال قويا إن شاء الله يحقق مداليا بإذن الله